وش صار هذا الشهر عطونا اخباركم ايجابيات سلبيات اشياء غريبة رسائل كده تحتاج فهم وش صار من يوم حطيت النية اول يوم حطينا في نية الى الان وش صار شو التغيرات مالجديد قولولي صارت لي مشاكل طمحور تقول تطلقت طيب عطينا رأيك في الموضوع يعني انتي كنت تبغين الطلاق مبسوطة حسيت انه يعني حل ولا حسيت انك انتي ما انا سبك الموضوع ولوش القصة رجعت لي علاقة مع صديقة المقطعة منقطعة علاقة مع شخص احبه ايتر هذا وارد من الاول وحنا قايلين مجرد ما تحط النية انه اوت يعني في ناس تدخل وفي ناس تطلع على طول يعني حرب في العمل او ماي غاد طيب ش نتيجة الحرب تبنيت قطة لونها ابيض اوه حذر لي الوزير بريزنتيشن جاني عرض عمل قوي حبيبتي مبروك قفلت ملف اهلي دخلت نادي الحي مع مرجوعة صديقات قطعت بعض العلاقات ورجعت علاقات قديمة تركت صديقتي تشفيت من العلاقة تصلحت مع امي وابي بعد خمسين سنة حبيبتي انتي مبروك مبروك كل شي في وقته المناسب رجع شخص مسنتين عفاف تقول ما صار شي ولا فهمت حبيبتي انتي هو صارت اشياء يعني بس انتي ما لقطي الموضوع رجعت صديقة قديمة بلون وعتاب تختبرك ها فعليك تعرفت على نفسي اكثر اختصرتي الطريق اكتشفت مرض امي واللي كان بيسبب موتها حبيبتي الله يعينكم تانكيو اكتعوا العلاقة معاي سكي البابي فوض جمل عرفت بمرض بنتي حبيبتي الله يقويك الله يقويك او مي جاد اسراء جابت امها معانا في البث برافو عليك يا اسراء اهلا وسهلا يا ام اسراء شرفتين ونورتين اذكرون يا ما اجلد الامهات اليوم وام اسراء جاية معانا قدرت تجيبها معانا في البث طيب في المستجدات اوكي اشترينا بيت حبيبتي مبروك 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 في بيت يا جماعة صراحة ما توقعت في بيوت في نية العلاقات طيب ترقيت باركولي حبيبتي مبروك الله يقويك رجعت علاقة حب سامة انتي بس خلينا نفهم التعبير علاقة حب سامة طب هي ليش علاقة حب اصلا ليش انت نسميتها علاقة حب ليش تقولين لنا علاقة حب في شي مضروب جوه ها انتبهي للطفين اللمبة مرة ثانية انتبهي ترى هذا اختبار لا تجين في الصيف تقعدين يعني تشكيلنا وتحكيلنا من الحين اقولك الموضوع واضح علاقة حب سامة اكتشفت اني نرجسية اكتشفت اني نرجسية اوكي 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 جود جود الاعتراف والاكتشف هذا خطوة متطورة طيب سويت عمليت استقصار مبيض بيوم ذكرى زواجنا الثاني حبيبتي هلا حبيبتي ما تشوفين شر الله يقويك طيب وش بعد شريت قطة جميلة وسميتها لكي او ماي جود ما تحمل ارسليني الصورة او ماي جود اليوم لكي كله خير خير ما ادري هو كده مرات مرات ما تعطي وجه كده بالايام بالاسابيع ومرات طول اليوم يعني ابو اقوم اسوي شغلي وهي تخرخر كاعدة تخرخر طيب صرت صريحة اكتر مع نفسي جميل ترى على الذكره في ناس كثير المفروض انهم مروا بها القصة انهم هم يتطورون مع انفسهم لانه العلاقات هي شكل اشكال التطور بس بدل ما نسويها برا نسويها جوا رائقة بس الموضوع رائقة انا اقول الله يسترع سمحي على وشك تعمل صرت ادافع عن نفسي وارد وما اسمح من حقي لا لا حبيب دي ممتاز ممتاز يعني حطيتي الحدود ما هي سبب شعوري بالنقص ومي اقل من الناس ايه خلينا نشرح هذه الشهر الجاي جوزي تفنش من الشغل الو ممتاز ممتاز ممتاز؟ ممتاز 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 ناشي مهند size إذا كان لنا تفكرين من القصة ما هي الرسالة؟ ما أعرف نحتاج تفاصيل أكثر مش الموضوع تهاوشت كثير مع العائلة رجعت أتكلم مع موايدي بعد انقطاع شهر صرت مديرة قسمي وقابلت مدير الجامعة وصرت أشتغل في مكان كله في آي بي الله أكبر الله أكبر كان من أول السنة حطي نية العلاقات ما شاء الله كل هالأشياء كذا والله ممتاز ممتاز حركة ممتاز عموماً ترى أي نية تحطها فيها حركة فهي تلامزك هو أي نية تحطها في حركة بس فيه نية حركتها كثيرة تصير قصص تحس انك دخلت في عالم وطلعت من عالم وفي نية تحسها خفيفة تحس التغيرات فيها خفيفة فتعرف انت النية الأهم من هال من هذه القصص تهاوشت مع عائلتي أفأ طيب وبعدين فقر اللي بعدها حلمت حلم واضح يشرح لي إحدى علاقاتي الله حط لك إياها كده على الطاولة فتح اللمبة الله اكتشفت اني مليانة مشاعر عار مع الأسف لا بالعكس اكتشف جميل الشعور يعني مزعج بس ممتاز ممتاز كان ممكن تقضين عشرين سنة قدام وتموتين وانتي بالعار ما هدري تعرفين كم سيدة كم سيدة تشعر بالعار من رأسها إلى أخمس قدميها مليانين بالعار ما يقدرون يعترفون صعب صعب مرة الاعتراف بالعار بس ممتاز انت في الطريق انت في الطريق الحب ما بقيلك لتنظفين ما بقي ترى ترى تنظيف العار سهل من المشاعر السهلة سهل تنظيفها وأيضا تنظيف الشعور السلبي أسهل بكثير من الاعتراف فيه تنظيف الشعور السلبي أسهل من الاعتراف فيه انك تعترف انك انت عندك هالشعور هذي كبيرة مقارنة بالتنظيف تشافت ان عندي حزن عميق وألم أثناء علاقاتي أي دورة تشافيني تشافي العلاقات تشافي العلاقات ساعدك أول ما حطيت النية قطعت علاقة بصدير عجيب سجلت سيارتي باسمي رسميا مبروك مبروك سكرت ملف علاقة قسيل دماغ منذ خمس سنوات يا حبيبتي انت بطلة وبس انت بطلة تذكرت تحرش صار لي في الطفولة كنت ناسيته وأدركت أشياء ممتاز تدري وش يعني؟ تدري وش يعني؟ يعني إما أنك شلت طبقة من الجسد المشاعري فانكشفت الأشياء اللي أنت كنت مخبيتها لأن العقل لا واع يساعدك عشان تعيش فانت شلت طبقة ما أدري شو الطبقة اللي أنت شلتها أو أنك كنت في الحياد وطلعت من الحياد قطعت علاقتي مع نارجيسي تاز على طول صرت من تيم الشاهي عجيب أنا الأشاهي والقهوة توظفت وسامحت أهلي حلو طيب قطعت علاقتي مع أهل زوجي حصلت على فرصة عمل بشركة ممتازة تصالحت مع مديري طلعت كثير ناس من حياتي حلمت بطليقي حلمت بطليقي حبسني آه مي جاد هو الآن وين موجود في القصة ولا موجود جاني عرض وظيفي في مدينة أحبها الله طيب عد ترتيب أولوياتي اختلفت مع خواتي وقطعوني واو شرقني كاس حردي جوتك سامحت أمي عجيب اليوم كان ذروة الاكتشافات اي يصير مرات تكون رسائل كإدراكات ممكن تلقوا آه آه ليش ما انتبهت لهذا الموضوع من قبل آه 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 سوى كده عشان كده الله يا أنا كنت ساذج فممكن تكون هذه الرسائل أو التطورات اللي أنت قطعت أخواني شهر كله خلافات ومناقشات وصدمات حبيبتي الله يقويك بعد وضع النية طالبت بميراتي بعد وفاة أمي لكنهم رفضوا وقاطعوني الحدود هذه ترفضوا الحدود ما هي هنا طلب الحقوق ما هوين ما هوين طيب طلع لي شخص يدعمني من غير ما أسأل دعم قوي عجيب تطلقت بدون سبب حبيبتي أنت الله يقويك بدأت شغل جديد علاقتي مع الله أقوى وأحلامي أوضح واو جتني سفرة وسافرت وتمشيت أيها السؤال مين اللي جاب السفرة تمشيتي مع مين آه نشوف الموضوع العلاقات في القصة تانكيو مريوم حبيبتي شافيت من علاقة صار لها أربع سنوات ربحت ذهب الله ذهب ذهب من يوم حطيت النية وخلفيت الجوال ومكتأبة أوكي وبعدين يوم جاء هذا الشعور وش ردة فعلك ولا كنتي تنتظرين الجني يحل الموضوع ولا كنتي تنتظرين الجيران يطقون يحلون الموضوع وهذا هو أنت لازم تتفاعل حطيت النية لازم تتفاعل مع الموضوع إذا حطيت النية بتصير أشياء بتحطة نية وتصير أشياء لازم أنت تتفاعل مع القصة